كلام حوالين مصنع السكر ووقف من 155 سنة يعني هو هو المصنع ده حرقك قوي ده مصنع بقرقاص مصنع بقرقاص للسكر اللي عملو الانجليز الانجليز عملو كزا مصنع في انا جدا اللي ارحمه كتوم تقولي انا مشوفتش طبعا جدي كتوم تقولي ان ابوها يعني اللي ارحمه جميعا راح نطلعه على الجميع يعني كان شغال في الفابريقة بيسموها الفابريقة اللي بتاعت السكر وهم كدوا مين يعني فده ما اصنع السكر شغال من 155 سنة ها مية خمسة وخمسين سنة يعني بعد الانجليز بجوم على طول يعني لو ميت سنة الف تمنمية اربعة وعشرين الف تسعمية اربعة وعشرين وشيل منهم خمسة وخمسين سنة يعني قبل ما الانجليز يدخلوا مصر قبل ما الانجليز يدخلوا مصر في الف تمنمية واحد وتمانين قفل على قدين مين على قدين البركة يا باشا مش ربنا قال هو انا مش هديك الفلوس انا هديك البركة البركة دي ليه اتعددنا بالعافية النهاردة في المرش البركة جاد في ادين البركة المصنع اتقفل بعد مية خمسة وخمسين سنة اتقفل ليه بقى اتقفل عشان ما فيش قصر سكر الناس ما بتزرعها خليني بس عرفكوا الاول مين هو مصنع ابو قرقاص انفو جراف كده يعرفك اللي ما عرفش يعرف يعني وبعدين نرجع نشوف الحكاية شركة السكر والصناعات التكاملية بابو قرقاص جنوب المينيا احد اهم الشركات العملاقة التي تضم اكثر من سبعة مصانع مختلفة بناها الفرنسيون عام الف وثمانمائة وواحد وثمانين واممتها ثورة يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين وطورتها لتصبح شركة عملاقة تضم سبعة مصانع كبيرة انشئت على مساحة اربعة وثمانين فدان وبقوة الف وستمائة عامل ومهندس تنتج الشركة السكر والعطور ومستحضرات التجميل جميع انواع الخميرة ومكتسبات الطعم والرائحة والاعلاف والخل الطبيعي والكحول النقي والملاس والفينس والعصائر والمربات وفقا لتصريح رئيس الشركة لواء عاصم البديوي يبلغ عدد العاملين في الشركة ستة عشر الف عامل وحصل المصنع على شهادات الجودة الحاصل عليها المصنع وهي ايزو 1400 وايزو 9001 واوسا 1800 في عام 1897 اندمجت كل من شركة التكرير المصرية والشركة العامة لمصانع السكر بالوجه القملي بينما في عام الفين وستة تم تغيير اسم الشركة الى شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية رئيس الشركة طلع مع السيد عمر قديب وقال يا جماعة طبعا اعلن ان المصنع وقف خلاص وعندنا خسارة تلاتة ونصف مليار وخلي بالكو يا جماعة وحط عينكو انا بقولكم من دلوقتي اهو خلي بالكو وحط عينكو وشوفوا المصنع ده من اللي هاشتريه بعد كده هيدين نفس السيناريو بتاع شركة الحديد والصلب يا أستاذ ما انت بتنسى يا أستاذ يا أستاذ ما انت بتاخدش بالك يا أستاذ نفس السيناريو بتاع الحديد والصلب طلع بقى الأستاذ اسمه ايه سادة الليوة طب بالله عليكو يا جماعة الليوة عاصم البداوي أم مصر دي ما فيهاش حد غير الوقات يعني ده رئيس شكة سكر لوة ليه هو انت فيه مسئول دلوقتي بيطلع مش قابليه كلمة لوة فينك يا عم يونس مخيون وعسكرت يا قصدي واخوانت الدولة مفيش حتة فيك يا مصر ما فيهاش لوة سيادة الليوة جاب ضنافها سيادة الليوة عاصم البداوي وهو بيتكلم على ليه ليه المصنع هيقفل عشان مفيش قصب سكر سمعني يا سيدي المنيا بتنتج تسعمائة وخمسين الف طن قصب مصنع بورقاص كان بيستقبل منهم لغاية عشرين عشرين سبعمية وخمسين الف طن السنة اللي فاتت تلاتة وعشرين جالنا تسعين الف طن اشتغلنا تقريبا واحد وعشرين يوم وده حق خساير مية واثناشر مليون جنيه رحنا عقدنا اجتماع مع السادة المزارعين وحثناهم لكن للأسس انخفضت كمية القصب المورد للمصنع السنادي الى عشر تلاف طن يعني مش هشتغل خمس ايام وبناءا عليه اخنا خدنا قرار بان المصنع مش هشتغل قصب السنادي هشتغل بنجر بس زودنا وقت تشغيل البنجر لان دفعا المصنع لازم يطلع سكر ولازم مرتباته وكل حاجة